رحمة الله تعالى وبركاته تحية لإخوة الأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا أصعد الله مساكم الفيديو هذا الخط مخصص الضحل وفي نفس الوقت نوضع لكم بأن هذه العياشة والنظام مجرد مهرجين خلقهم ربي باش يضحكوا الناس وخاصة الجزائريين هادو بنو سنغل من كترة اللي مرضو بالجزائر ولاو أي حاجة كيشوفوها تلسب للجزائر إلاو خاصهم يسرقوها ويحاولو ينسبوها لهم بالوهم شوفوا معانا هات الصفحة المخزانية ليهي جريدة الأخبار ماروك 24 كيترأسوا عليها واحد المجموعة من العبيد المهمة ديالهم هي الكذب الإفتراء وتكليخ هاتك الشعب الجاهل اللي عندهم نشوفو بعض الأخبار ديالهم وانتوما يا الخوت ما عليكم غير تفرجوا وضحكوا نبدو بهذا الخبر صورة من مدينة ورقلة سرقوها ورجعوها مدينة العيون محتلة وقال لك سيدي شوفوا البنيات تحتية عالمية والصحراء المغربية الوحيدة في العالم اللي عندها الطرامواي بفضل سيدهم صاحب الدجاجة وسكون الصحراء الغربية يشكرون صاحب الدجاجة على وفائه وإخلاصه لخدمة شعبه في الصحراء أنا عمسي محمد البنية التحتية بالنسبة للعبيد هي يسرق الصور من الدول وانسبها لك واضحك على راسك نشوفوا صورة أخرى مدينة سطيف هزوها كاملة وفي رمشة عين أصبحت مغربية قال لك سيدي روعة الأجواء والمناظر من مدينة تيطوان المغربية وتيطوان أصلا سرقوها ماشي ديالهم لأن تيطوان عمرها مكانة مغربية وإنما هي محتلة من طرف النظام العلوي وعمرها بالمستوطن العياشة نشوفوا خبر آخر الأكلة التقليدية الجزائرية اللي هي الدبارة غير سمحوا لنا يا الجزائريين الدبارة صافي واللات مراكشية والخبر يقول الدبارة المراكشية صنعت حادث كبير في فرنسا وتهافت كبير غير مسبق من الجانية العربية على الدبارة المراكشية التي تشتهر بها مدينة مراكش وزلبية بوفاريك حتى هي قلب لها الإسم ولكن من كترة الكالخ اللي فيهم هو ما كيحسبوا بوفاريك إسم الشبكية ما عارفين هاش بأنها مدينة في الجزائر أو إلي عن الكالخ أي حاجة زوينة موجودة في الجزائر كيسترقوها وينسبوها لهم وكذلك كان واحد الحمام في مدينة قلمة اسمه حمام الدباغ ولا المسخوطين والله ما عقل تأخذ سرقوه ورجعوا الاسم ديالو حمام للا سلمة والسد بن هارون اللي موجود في مدينة ميلا حتى هو سرقوه ورجعوا اسمه السد محمد الساديس وحتى البشر جزائري سرقوهم بحال بروفيسور بالقاس محبة ورجعوه مغريبي وقال لك سيدي العالم المغريبي بالقاس محبة يشرف المغاربة باختراعاته القيمة زيدو الخد شوفوا معي هذه اليوتيوبر خوبين قال لك سيدي حتى بفضل المغرب ولا مشهور وصاحب الدجاجة الهالي سادس عصاره الله وحفظه في مصلحة الجوتت كان اول من صوت له وامر مجلة فوربيكس بوضع اسمه في القائمة دو كان ماشي هو بالساديس قاعم يتشهر خوبين ويوصل للعالمية شفتوا الخوط العقول ديال هاد لكم كيفاش ديرا يلا اتحداكم الى تعطيوني بشر موجودين في هاد الارض عندهم عقول بحال العقول لكاينة عند العياشة والله اتحداكم ونوعدكم بانكم مستحيل تلقوا عقول بحال عقول العياشة اما الكوارك اللي كاينة عندهم كي حيدوها ويلسقوها في الجزائر بحال هاد شوها لتعتبر اهانة ومدلة سمعوا الاخبار ديالهم اش قالوا قال لك صورة مؤلمة عن الواقع الذي تعيشه المرأة الجزائرية هذه هي الجزائر الجديدة التي بنهت بول والصورة العالم كله كي يعرفها وكي يعرفها الناس كونهما لسماتهم اسبانيا ببغلات سبتا الواقع الحقيقي ديال المرأة المغربية اللي كتعيشها في الدولة اللي بنوها العلويين وقال لك الصورة تلخص حجم الدرر والقهر الذي يعيشه الشعب الجزائري وفي المقابل الشعب المغريبي يعيش حياة كريمة وفرافهية في مملكته الشريفة هذه كائنا من هاي العياشة الصورة هي الحقيقة تلخص حجم الدرر اللي كائن هذه معاكم فيها وما كدبتوش المرأة المغربية تهال في بب سبتا والاسبان كيقولوا عليها بغلاء وانتوما يا بردين نفس جاتكم حاجة عادية وما قدرتوش تردو على اسبانيا حتى بحرف واحد وما قدرتوش تردو الاعتبار للمرأة المغربية شنو هو الحل اللي خصكم تديروه باش تغطيوشوها على رسانكم هي خاصكم تجاهلو الحقيقة وتحاولو تلسقوها في الجزائر وهذا كيدول على انكم مجرد شعب مكبوت وما عندكم حتى شقيمة نزيدكم هاد الخابر الخوت باش نأكد لكم بان هاد القوم عقولهم منتهية الصلاحياء شعب جاهل وعندو واحد الاعتقاد جد كاريتي وحتى هادوك الشيوخ لكي يلعبوها فقاهاء وكي يفتيوا في الدين معظمهم منافقين والمنهج ديالهم هو ترويج العبودية للمالك وعلى رأسهم الخابر في الزواج المتعامة على الرقصات الفقه الطيسازي الملقب بحنان قال لهم سيروا شموا البلغة دياله والطيسازي هو اللي يضمن لكم العلاج سيروا جربوا كيتسمعوا داب بحال هذا يدعي بأنه شيخ هو كيف هم في الدين ويقول كلام بحال هذا ماشي تقولوا الخوت يا ربي نحمدوك ونشكرك اللي اعطيتنا عقل ماشي بحال العقل اللي اعطيته لهذا البرهوش لي يعتبر في الحقيقة الشيطان في سيفة إنسان رحك البيطان ديال سيدهم في عباراكة وشفاء للعبرات زيدوا قولوا من شاري باباول المالك تمسح له جميع السيئات خرجوا قولوها رمكين حتى مشكل يكنتوما كتعتقدوا بأنه إله يكن المالك ديالكم حتى مكين خرج برا فق العود كتمشيوا الجارة وتجمعوا هذيك الفضالات ديال العود وكتقولون تبركوا بيها وكتأكلوها زيدوا شربوا البول ديال المالك أرى مليح للصحة والله إلا زدوا فيه بزاف يا قوملوت لقيتوا هذك الشعب كل أخو جاهل وبقيتوا تستغلوا فيه وتضحكوا عليهم للأسف ما تحتوش فيه رجال ليحطوكم في حدكم الشعب تضحكوا عليه وكي ينصص داخل بلادكم كيتحك عليكم كامل يا الخوانا ولكن نسيتوا بأن كل شي عند الله قريب وحتى حاجة مصعبة عليه جايكم واحد النهار لتأخذوا فيه الجزاء الصارم وأكيد غادي يكون يوم صعب عليكم ولا ينفعوا فيه الندم واحتمال كبير كاريتة لغادي يطيع لكم انتوما والله يتكون عبرة للعلامين بسبب المنكر والفسق اللي ولا منتاشر في بلادكم برعاية الفاسق الأكبر حاكم البلاد لزراع الفاساد باسم أمير المؤمنين وباسم النسب الشريف ورجع البلاد كلها معمر بالكائنة النجيسة والشياطين الله يعطي لكم الطفل يمسحكم من الكرة الأرضية قولوا آمين